القاتل لا يزال ينخرج سد عدد من دول غرب إفريقيا ولأن مطار محمد الخامس أصبح بوابة إفريقيا على العالم مجموعة من الإجراءات الاستباقية اتخذتها السلطات بمملكة عبر فحوصات دقيقة تبدأ بمعينة حرارة المسافرين القادمين من المناطق التي ينتشر بها الوباء إلى المتابعة السريرية في حال ظهور بعض الأعراض ولخضورة هذا الدائل فتاك كان قرار المغرب بطلب تأجيل التدهور الكروية أمر لم يقنع كثيرا شيوخ الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم عيسى حياته الذي تمسك بضرورة إقامة الكأس الإفريقية في موعدها المحدد تواصل الجدل إلى أن أعطيت الانطلاق لكأس العالم للأندية حفل السنة كان مبهرا أو أنسان شيئا مع كارثة حفل الدورة السابقة لكن الفضيحة كانت أكبر عندما تحول المركب الرياضي ملعبد الله إلى ما يشبه المسبح حفر وبراك المائية بكل رقعة معشب الملعب وأمام أنظر وسائل الإعلام التي حجت الموندياليتو من مختلف بقاع الأرض البعض بوصفها بالفضيحة والعار والصفقة المشبوهة ليبقى الملف مفتوح على كل الاحتمالات